اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يلا رانو. معكم اسلام الخطيب. هنكلم النهاردة عن نص ماراثن اسكندرية اللي هيتعمل يوم ستة خمسة تحت تنظيم فريق. ستة خمسة ده اول بعد العيد على طول. احنا دلوقتي في رمضان هيخش علينا العيد اول جمعة بعد العيد هو بتاع ستة خمسة اللي هيتعمل فيه نص ماراثن اسكندرية الفين اتنين وعشرين بتاع اليكس نايت رانر. احب اوضح بس في الاول ان هو في السباقين في اسكندرية بيحصلوا نص ماراثن اه كل سنة اه في واحد بتاع وفي واحد بتاع اليكس رانرز اه ده بتاع اليكس رانرز بيبقى في فول ماراثن وهاف ماراثن والسباقات الصغيرة خمسة وعشرة واتنين والحاجات دي. وبتاع بيبقى اقصر مسافة في نص ماراثن اه بلس العشرة والخمسة والاتنين واصحاب الهم. طيب عايزين نتكلم في ايه بقى النهاردة عن السباق ده. اول حاجة اللي عايز تحجز احجز دلوقتي علشان اه الحاجز قدامه اربعة او خمس ايام ويقفل. الانك بتاع الحاجز هتلاقيه في الدسكريبشن تحت الحاجز من على بوابة ايزي كاش لو انت دخلت سباقات قبل كده مع او مع فرق كتير في مصر بتتعامل على البوابة دي هتلاقي نفسك فاهم القصة مش ازاي يعني. الوقت لما تيجي تحجز هتلاقي عندك سباقات ايه? واحد وعشرين كيلو عشرة كيلو خمسة كيلو اتنين كيلو اصحاب همم واتنين كيلو يعني هو الاولاد والاطفال دي مجموعة حلوة جدا من السباقات لان الواحد وعشرين دي سويت سبوت فاهم انه كده احلى سباق تجريدة بتاع الواحد وعشرين كيلو لا انت بفره ده قوي من الاتنين واربعين ولا السباق بيخلص منك بسرعة زي بتاع العشرة. نتكلم عن اسعار الاشتراكات والله الاشتراكات في منها في باقتين. يعني دي جديدة بقى. دي جديدة على يا صراحة في عالم السباقات بس حلوة. ان هو في باقة ممكن تاخد باقة تشترك في السباق لما تخلص تاخد المادالية وانت تمام كده او في باقة تانية تشترك في السباق تاخد اللي هيبقى فيها التشيرت والرقم والبطاق مش عارفيه بلاس المادالية. في فرق خمسين جنيه ما بين الباق يعني لو مش هتاخد تدفع اقل خمسين جنيه بس يعني اخد يا معلمة شيرت بيبقى حلو والشنطة والحاجات دي. الاسعار ايه? الاسعار بص يا سيد لو انت واحد وعشرين كيلو او عشر كيلو او خمسة كيلو هتدفع خمسمية وخمسين من غير خمسمية بس لكن لو انت اتنين كيلو سواء اصحاب همم او اتنين كيلو هتدفع تلتمية وخمسين من غير احب اقول لكم بقى عن فريق دي في كل بلد في العالم بتلاقي يعني حتى في القاهرة في النايت رانرز بلد تاني في راية نايت رانرز ليه? لان الناس بتبقى شغالة الصبح يعني مش مش كل الناس تقدر تجري اه كل يوم الصبح. النايت رانرز بتاع اسكندرية اه شباب زريفة جدا هتلاقيهم تلاحز هم دايما في اي حتة في اي سباق لان التيشرت بتاعهم لونه اصفر مدي على مستار ده كده فقط. لون مميز. تحت قيادة الكابتن احمد مسعود بقى لهم تلات سنين السباق بتاع نص برصة اسكندرية ده برضو بقى له تلات سنين فان دي حاجة حلوة جدا ان مستمرين في السباق بتاعهم. لو عايزين تعرفوا اكتر عن السباق عايزين تعرفوا اكتر عن ممكن تتابعهم على الفيسبوك. هحط اللينك تحت برضو اللينك بتاع اليفانت بتاع السباق. ده كده اول سباق اه من بعد العيد في موسم الصيف بتاع اه مصر. اه موسم الصيف هيبقى بشهر خمسة وستة بس لان سبعة وتمانية طبعا الدنيا بتبقى حار جدا على الجاري بتلاقي حاجات بسيطة كده في الساحل. لكن الاسابيع اللي بعد اه نص مارتون اسكندرية بتاع تلاقي الاسبوع اللي بعده على طول في اه السباق في مادينتي نص مارتون برضو. وبردو في نص مارتون بتاع هناعمل فيديوهات عن السباقين دول. ممكن تتابعوا المقالات على يلا رندوت اورجانا اوليدي حظم المقالة بتاعت مادينتي وبتاعت اه كان فرصة سعيدة جدا نتكلم معكم النهاردة. الحق اشتركوا في السباق. السباق اه بتاع اسكندرية ده من احلى السباقات لان اه كورنش اسكندرية يا جماعة يعني ده ده بالنسبة لي احلى تراك ممكن تمشي فيه احسن راوت تجري فيه سباق فاحسن مسافة. اشتركوا في نص مارتون اسكندرية الفين اتنين وعشرين وحشوفكم هناك على ستارت لاين. باي.